بسم الله الرحمن الرحيم أهلا ومرحبا بكم طلاب الصف الثاني الثانوي التقي مع حل نماذج قراءة متحررة المحتوى وهي على الدرس الثاني من دروس القراءة وهو درس آداب الصداقة لابن مسكوي وقد قمت بشرح ذلك الدرس بالتفصيل وهو موجود على القناة النموذج الأول اقرأ ثم أجب ومن الموثول العالية للصداقة المتينة الصداقة القوية من الأمثلة على نموذج من نماذج الصداقة المتينة وهي صداقة الوزير الوليد ابن عبد الرحمن ابن غانم للوزير هاشم ابن عبد العزيز الصداقة كانت بينهما بين الوليد وبين هاشم كانت صداقة متينة وكانت قوية طبعا لاحظ كلمة ابن كتبت هنا بالألف لأنها في أول السطر كتبنا الألف طيب نقرأ في تاريخ الأندلس هذه القصة أن الوزير هاشم الوزير هاشم ابن عبد العزيز بعثه السلطان محمد ابن عبد الرحمن الأموي هذا السلطان بعث الوزير هاشم على رأس جيش يعني قائد يعني للجيش فوقع هذا الوزير أسيرا الوزير هاشم وقع أسير في يد العدو أخذوه وجرى ذكره يوما في مجلس السلطان محمد ابن عبد الرحمن يعني ذكره هذا السلطان مع الجالسين ذكر هذا الوزير هاشم اللي هو أخذ أسير فاستقصره السلطان استقصره يعني اتهمه بالتقصير يعني بالإهمال والنتيجة لإهماله تم أسره ونسبه للطيش والعجلة والاستبداد بالرأي وصفه يعني وصفه أنه هو إنسان طائش أو متعجل ولديه استبداد وانفراده بالرأي لا يتشاور مع الآخرين بإذن كل هذه الصفات قالها السلطان محمد في هذا المجلس عن مين؟ عن الوزير هاشم وطبعا الطيش هو خفة العقل يعني صاحب التصرفات يعني هوجاء المتسفعة وكذلك العجلة فلم ينطق أحد من الحاضرين في الاعتذار عنه بكلمة يعني محدش رد يعني غبته هذه أو إنه قدم له العذر ما عدا صديقه الوليد قلنا أن الوليد كان صديق لهاشم فالوليد كان موجود في المجلس هذا مع السلطان طبعا هاشم الآن في الأسر مع الأعداء قال الوليد في حق صديقه أصلح الله تعالى الأمير الأمير اللي هو السلطان محمد يعني بدأ كلامه كده بيدعي للسلطان بيستعطفه يعني في الأول حتى يتقبل كلامه إنه لم يكن على هاشم التخير في الأمر ولا الخروج عن المقدور يعني ما كانش بيأدي حاجة بل قد استعمل جهده أو جهده واستفرغ نصحه وعمل عليه وقضى حق الإقدام والشجاعة والإقدام يعني الدخول في الحرب ولم يكن ملاك النصر بيده فخذ له من وثق به ونكل عنه من كان معه يعني هو قدم وعمل اللي بيأديه طبعا النصر ما كانش بيأيده فخذ له من وثق به من وثق به من الناس خزلوا في هذه الحرب ونكل عنه من كان معه طبعا إنه كل اللي هو التراجع عن الخوض فين في المعركة جبنا وخوفا يعني الناس رجعوا وتركوا الجنود يعني فلم يزحزح قدمه عن موطن حفاظه حتى ملكا مقبلا غير مدبر مبليا غير فشل ملكا يعني تم إيه تملكه بمعنى أنه وقع فين في الأسر وتملكه الأعداء أصبح ملك الأعداء أخذوه أسيرا يعني فجوزي خيرا عن نفسه وسلطانه هو عمل العلي ما أصرش فجوزي خيرا عن نفسه وسلطانه السلطان اللي هو إيه محمد اللي هو أبعثه فإنه لا طريق للملام عليه ما ندرش اللي إحنا نلوم عليه وليس عليه ما جنته الحرب والغشوم وطبعا الحرب الثالما وطبعا هي ظالمة لماذا بإصابتها للأبرياء يعني لا ترحم أحد الحرب وطبعا غشوم صغة مبلغة على وزني فعول والمادة بتاعتها الغشم أو الفعل وأيضا فإنه ما قصد أن يجود بنفسه إلا رضا للأمير ضحب نفسه عشان خطر الأمير ورضاه واجتنابا لإيه لسخطه أو سخطه يعني غضبه فإذا كان ما اعتمد فيه الرضا هو كان قصد الرضا هذا الرضا إيه الأمير جالب التقصير طبعا التهم بالإيه بالتقصير مع إنه كان يريد الرضا فذلك معدود في سوء الحظ يعني هو عمل لعليه ولكن سوء حظه بأنه أخذه إيه أسير إذن هو قال هذا الكلام اعتذارا يعني تقديم العزر لصديقه هذا الذي في الأسر الآن فأعجب الأمير كلام الوليد في الدفاع عن صديقي وشكر له وفاءه لهاشم بهذا يتكلم عن الوفاء للأصدقاء وأكثر فيما بعد عن تفنيدي هاشم يعني بدأ بعد ذلك إنه يعني يمتنع ويقلل من تخطئته من تخطئة هاشم زي ما كانوا يخطأوا إنه هو السبب في الأسر وهكذا وسعى في تخليصه أي من الأسر ووصل خبر هذا الاعتذار إلى هاشم هاشم هو في الأسر عرف إن الوليد دفع عنه وقدم عنه العزر في غيبته يعني مش موجود في المجلس فكتب خطاب شكر للوليد ومما يقول في هذا الخطاب الصديق من صدقك في الشدة لا في الرخاء لأنه فعلا دافع عنه في هذه أوقات الشدة ووقف بجانبه يعني في الشدة لا في الرخاء الرخاء طبعا لوسعة العيش والأخ من ذب عنك في الغيب لا في المشهد وطبعا معناها يعني دافع عنك في الغيب لا في المشهد يعني المهم أنك أنت تدافع عن صديقك وهذا هو الأهم في غيبته وليس فقط في حضوره وهو موجود يعني والوفي من وفى لك إذا خانك زمان لأنه كانوا جلسين في المجلس فلم ينطق أحد من الحاضرين في الاعتذار عنه ما عدا إيه؟ ما عدا الوليد بإذا هو كان إيه؟ وفيا حتى قال شكر له وفاءه لهاش فكتب إليه الوليد جوابا يرد على هذا الخطاب يقول وصلني شكرك على أن قلت ما علمت أنت بتشكرني أن أنا قلت إلا أنا أعرف عنك فقط يعني أنا ما عملتش إيه؟ ما عملتش حاجة ولم أخرج عن النصح للسلطان بما ذكرته من ذلك يعني أنا شهادت شهادة إيه؟ الحق فقط أمام السلطان في حقك يعني والله تعالى شاهد على أني أتيت ذلك في مجالس في مجالس غير المجلس المنقول لسيدي يعني أنا مش مجرد الدفاع عنك في هذا المجلس فقط لا ده أنا تكلمت في حقك يعني كلام برضو حلو يعني في مجالس أخرى لم تنقل إليك هذه المجالس التي دفعت فيها عنك أيضا إن خفيت عن المخلوق فما تخفى عن الخالق الله عز وجل يكفي أنه ربنا يعانم أن أنا بدافع عنك دايما ما أردت بها إلا أداء بعض ما أعتقده لك أنا بقول في حقك اللي إيه؟ اللي أنا أعرفه يعني هو بيكرر برضو اللي هو بدأ بي اللي هو إيه؟ كلت ما علمت يبقى أنا أقول ما أعلم عنك وأعرفه فقط وكم سهرت وأنا نائم يعني عايز أقوله إن خيرك وفضلك إيه؟ سابق علي كم سهرت أنت وأنا نائم دفاعا عني يعني في الحروب وهكذا إبا إذن هو هنا يحفظي الجميل له ويرد الجميل وكمت في حقي وأنا قاعد والله لا يضيع أجر من أحسن عمل بإنت أجرك إيه؟ لم يضيع وهذا من مقال الشيخ محمد الخضر حسين ما مراد في كلمة استقصره؟ استقصره قلنا أنه اتهمه بالتقصير والإهمال وقال فاستقصره السلطان يعني اتهم من اللي هو الوزير هاشم اتهمه بأنه كان مقصر وأهمل ونتيجة لذلك أنه وقع في الأسر علاقة قوله طبعا ممكن تأتي بعدة معاني أخرى ولكن طبعا معناها هنا على حسب السيق علاقة قوله من صدقك في الشدة لا في الرخاء طبعا هي توضيح لماذا؟ لأنه قال الصديق من هو؟ هو من صدقك إبازا هذا توضيح وتعريف يعني لكلمة الصديق المراد من قوله وكم سهرت وأنا نائم في الخطاب بتاعه في الرد هذا يدل على إظهار سبق صديقه بالبر يعني صديقه قدم له البر أولا اللي هو كان في الأسر اللي هو هاشم فأنا اللي هو الوليد بيرضله يعني جزء من هذا البر الذي قدمه المغزى الضمني من قوله ولم أخرج عن النصح للسلطان بما ذكرته من ذلك في الدفاع عنك يعني هذا يدل على الالتزام بشهادة الحق إنه هو أنا لم أكل غير الحق أمام السلطان فقط الفكرة الرئيسة للفكرة الأخيرة الفكرة للفكرة اللي هي الفكرة الأخيرة طبعا هي كانت أسباب براءة الوزير هاشم من تهمة التقصير هو ذكر أسباب اللي هو البراءة ثم بعد ذلك بين كيف تحققت صفات الصديق المذكورة في الفكرة الثانية على الوزير الوليد يعني نقول مثلا أنه قام بالدفاع عنه وقدم العذر له أو عنه ويعني بعدم تقصيره في المعركة لأنه كان على رأس الجيش وأيضا أنه لم يشارك في الحديث عنه بما يكره في غيبته بل دافع عنه في غيابه فالصديق وقت الضيق والصديق طبعا يدل هنا على الوفاء يعني وفاء هذا الصديق يبقى من الصفات الوفاء الفكرة الثانية إن الصداقة كالأمومة هذا تشبيه شبه الصداقة بالأمومة بالأم باعثة يعني يتنم مشتركين فيه بقى باعثة في الصديق ما ينبعث في الأم من قوة خارقة عند الحاجة في وقت الشدة يعني بتظهر هذه الأمومة طيب ولو كانت كالصداقة ولو كانت هذه الأم دجاجة وكان الخطر الذي يهدد أفراخها يعني أولادها طبعا عملاقا داريا يعني داريا يعني يقصد حيوانا مفترسا أو شرسا يعني كذلك الصديق يعني كما أن هذه هي الأمومة كذلك الصديق أو كما أن هذه صفات الأم كذلك يجب أن يكون الصديق يكاد يصنع المعجزات لأجل صاحبه كما تفعل الأم في الدفاع عن أطفالها أو أولادها مما يعجز أو يعجز عن بذل بعضه في سبيل نفسه إنه يقدم من أجله عالما أن أو إنه يقدم يعني من أجله عالما أن الإقدام الإقدام هذا والتضحية قتال يعني صعب أو شديد وقد يقتل من أجل الدفاع عن صديق ويسخ في سبيله بالنفس والمال غير وجل ولا متردد أو مبال يعني لا يفكر في العواقب طالما أنه يدافع عن صديقه فيضحي بالنفس وماله وهو غير خائف بدون تردد والصداقة كالأمومة قالها مرة أخرى تجد جزاءها في تنشيط معنويات النفس يعني هو تكلم في وجه شبه الأول اللي هو التضحية والدفاع ثم بعد ذلك في جزء آخر يتكلم في تنشيط معنويات النفس كيف كما ينشط الخطر الداهم الغدة الكذرية أو الكذرية طيب فتفرز هذا الهرمون أدرينالي لتزيد كفاية الجسم على مواجهته هذا الهرمون يسعى في الدفاع عن الجسم والتغلب عليه أو التخلص منه وحسب الصديقي أن يرتفع إلى علينا وهو يزود الأذى عن صاحبه بيدفع ويرد الأذى عن صاحبه كما يفعل هذا الهرمون الذي يدافع عن الجسم أو يسعى إلى تحقيق أقصى ما في وسعه من حاجاته ومطالبه لا يلتمس من جراء ذلك جزاء لا يلتمس بهدف ما يقدمه الجزاء ولا يتوقع لصنيعه مقابلاً أو رداً لا يريد لهذا الفعل الذي يقدمه لصديقه أي جزاء أو أي مقابل لا في الحال ولا في المستقبل أتكلم عن الصفات الصديقة الحقيقية وأنت مع صديقك قادر على التغاضي عن الهفوات وبلوغ أسمى الغايات يعني هو يتكلم هنا عن الصداقة الحق والصفات هذه الصداقة فهو الصديق قادر على التغافل يعني أو التغابي أو عدم الاهتمام بهفوات صديقي وبلوغ أسمى الغايات من ماذا؟ من ضبط للنفس وتعالي عن الصغائر يعني التعالي يعني الارتفاع والبعد يعني عن هذه الأشياء الصغيرة الهفوات وتقديم حسن النية والمسارعة إلى التماس العزر يتعامل بكل ذلك مع صديقي ويلتمس له العزر دائماً فإذا مارست هذه الصفات مع صديقك فإنك مستطيع بالتدريج وبعد أن تتبين مقدرتك على التسامح معه بالذات قادر على ماذا؟ أن تأنس في نفسك الكفاية على أن تتمنى الهداية لمن نصبك العدوان بغير موجب للعداء تتمنى الهداية لعدوك وأن تصبح من الكاظمين الغيظة والعافينا عن الناس إبه هذه مزايا مترتبة على هذه الصداقة الصداقة الحق وما كنت لترتفع إلى هذه الدراجات السامية والمزايا العالية من الخلق العظيم إلا مع صداقة حقيقية يتكشف في نورها البهي نور الإيه اللي هو الصاطع يعني الشديد مدى ما تنطوي عليه نفسك من قوة كامنة يعني الأشياء الداخلية بداخل نفسك قوة كامنة خفية ومزايا مركوزة كانت خافية عليك فإذا ينابعها تتفجر أمام ناظريك أمام عينيك بفضل محبتك لصديقك وتفانيك في الاحتفاظ بصداقته وهو حرص كثيراً اللي هو الاحتفاظ بالصداقة حرص كثيراً ما يفوق في قوته يزيد في قوته الإصرار على التمسك بالحياة نفسها يعني أنت تحرص على هذه الصداقة وتتمسك بها أكثر من حرصك على حياتك ونفسك بإذن هذه صفات الصداقة الحقة ومزاياها ثم بعد ذلك يقول وقد أكبرت العرب الصداقة يعني عظمتها ويعني أعلت من شأنها وترنموا بمزاياها ترنموا بها تغنوا وأنشدوا الكثير من الشعر في مزايا هذه الصداقة والشيء من معدنه لا يستغرب لأن أركان الخلق العربي أركان الخلق العربي تقوم على أساس من الصدق والشجاعة يعني الشيء من معدنه لا يستغرب يعني يقول أن العرب كانوا يعني يطبقون هذه الصفات والمزايا من الصداقة مثل الصدق والشجاعة ومكارم الأخلاق والثبات على المبدأ والنجدة والمروءة والوفاء وكذلك حماية الجار وإكرام الضيف كل هذه الصفات كانت موجودة عند العرب وكلها صفات لا غنى عنها لمن يستحق أن يكون صديقا ولا سبيل إلى قيام الصداقة إلا على أساسها هذه الصفات تقوم عليها الصداقة فهي يعني مهمة جدا مراضف أكبرت أكبرت العرب يعني عظمت عظمت الصداقة علاقة قوله أن تأنس في نفسك الكفاية على أن تتمنى الهداية لمن نصبك العدوان طبعا هي توضيح لماذا؟ أنه قال فإذا مارست هذه الصفات مع صديقك طبعا هنا إذا أدت إيه؟ أدت شرط وهذا فعل الشرط إنما جواب الشرط فإنك هذا جواب الشرط فلذلك هذه ليست نتيجة فإنك مستطيع بالتدريج مستطيع ماذا أن تأنس في نفسك إذن هي توضح توضح ما سبقه بعد ذلك يقول وجه التشابه بين كل من الأم والصديق في الفكرة الأولى طبعا في التضحية والمسارعة إلى النجدة يعني فهو قال أن الأم هذه لديها القوة هذه الخارقة عند الحاجة فهي تضحي من أجل يعني أطفالها ومن أجل أفراخها من خلال فهمك للفكرة الثالثة يصل الإنسان إلى درجة السمو الأخلاقي في معاملة الناس بماذا؟ بضبط النفس والترفع عن الدناية والصغائر وهذه موجودة في هذه الفكرة وهي ضبط النفس كما قال وكذلك التعالي عن الثغائر والترفع عنها بعد ذلك يقول استنتج سمة أسلوبية للكاتب طبعا ليس الإكسار من المحسنات يعني في بعض المحسنات ولكن قليلة لم يكسر منها ولم يعتمد على الإسلوب الإنشاء وطبعا مزل الأحداث الخيالية بالحقيقية هذا خطأ يعني عندما قال هنا عندما شبه شبه الصداقة بالأم طبعا هذا شيء مجرد تشبيه فقط ولكن السمة الأسلوبية يعني الواضحة هو استخدام الأسلوب الخبرية الأسليب الخبرية عكس الأسليب الإنشائية السلوب إنشائي يعني كالأمر والنهي والاستفام وهكذا هم هو لم يستعمل ذلك يعني إلا قليل ولكن المعظم هو استخدام الأسلوب الخبرية السلوب الخبرية عكس الإنشائي يعني هنا يقول وقد أكبرت العرب كلها أسليب إنشائية ليس فيها لأمر ولا نهي ولا استفهام إلى آخر انطلق الكاتب في الفكرة الثالثة من تأمله قيمة الصداقة الحقة إلى إدراك مزايا نبيلة مترتبة عليها وضح ذلك نقول هو انطلق من تأمل قيمة الصداقة الحقة في ماذا؟ لأن الصديق الحق قادر على التغاضي عن الهفوات وبلوغ أسمى الغايات من ضبط النفس وتعالن عن الصغائر وتقديم حسن النية والمسارعة إلى التماس العزر طيب ما المزايا التي تترتب على ذلك أن تأنس في نفسك الكفاية على أن تتمنى الهداية لمن نصبك العدوان بغيض موجب العداء للعداء وكذلك أن تصبح من الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس بكل هذه الصفات ومزايا مترتبة على الصداقة الحقة النموذج الثالث إن لمصاحبة تأثيرا في اكتساب الأخلاق فتصلح أخلاق المرء بمصاحبة أهل الصلاح يعني الصحبة تؤثر على أخلاقك فإن صاحبت أهل الصلاح فسوف تصلح أخلاقك وتفسد بالعكس تفسد بمصاحبة أهل الفساد وقال بعض البلغاء من خير الاختيار صحبة الأخيار ومن شر الاختيار مودة الأشرار وفي الحديث الشريف المرء على دين خليلها يعني على أخلاق وصفات صاحبه فلينظر أحدكم من يخالل يعني من يصادقه وقال بعض الحكماء الأخ الصالح خير من نفسك لماذا؟ لأن النفس طبعا هذا تعليل لما قبله لأن النفس أمارة بالسوء تأمر بالشر والأخ الصالح لا يأمر إلا بالخير فلذلك الأخ الصالح أفضل من نفسك التي تأمرك بالسوء وقال بعض الأدباء يجب على الإنسان أن لا يصحب إلا من له دين وتقوى فإن المحبة في الله تنفع في الدنيا والآخرة وكل أو كل محبة في الله في الله تبقى على الحالين من ضيق وفرج يعني دايما في الرخاء وفي الشدة وينبغي أن يجتنب معاشرة الأشرار ويترك مصاحبة الفجار ويهجر من ساءت خلته وقبحت بين الناس سيرته لاحظ طبعا السجع بين هذه الكلمات يجب أن تهجر من ساءت خلته يعني صفاته وأخلاقه أو خلته وقبحت بين الناس سيرته يجب أن يهجره ولا يصادقه وقال بعض الفصحاء والبلغاء تجنب الرجل الحقود فعل أمر تجنب الرجل الحقود لا تصحبه وابتعد عن الرجلي البذيء اللسان البذيء اللسان يعني الفاحش في كلامه يعني يسب ويشتم وهكذا أيضا السفية المهضار السفية المهضار الذي يعني يكثر من الكلام بلا فائدة هذا هو السفية المهضار أو السرطار يعني الذي يتكلم بلا فائدة من كلامه واحترز من مصاحبة الجهال وأصحاب الملكات الرديئة الصفات السيئة والسمعة الزميمة وأهل الغدر ومن لا وفاء لهم اجتنب كل هؤلاء فإذا فعلت ذلك سلمت من مكائدي الأخلاق الفاسدة وأرحت قلبك وبدنك تريح نفسك وتتجنب هذه الصفات أو من عندهم هذه الصفات قال علي بن أبي طالب الرجل بلا أخ كشمال بلا يمين إذن يعني يتكلم على أهمية الصديق والصاحب وقال بعض العظماء مثل الصديقين كاليد تستعين باليد يعني هو برضو نفس الكلام كشمال بلا يمين لا تستغني الشمال عن اليمين كاليد تستعين باليد والعين بالعين تستعين بالعين إذن أيضا يتكلم عليه الأهمية وقيل الحاجة إلى الأخي المعين والمساعد كالحاجة إلى الماء المعين وطبعا الماء المعين هو الماء المتدفق الذي يجري على الأرض وقيل الصديق الصدوق كالشقيق الشفوق المشفق يعني عليك الأخي وقال ابن عائشة لقاء الخليل شفاء الغليل وقال الأوزاعي الصاحب للصاحب كالرقعة في الثوب إن لم تكن مثله شانته يعني مهم من الصاحب يكون يعني مثل هذا الثوب الذي حدث فيه يعني قطع فنأتي بشيء من نفس لون السودوة حتى لا تشينه وتعيبه وقال لقمان لابنه يا بني ليكن أول شيء تكسبه بعد الإيمان خليلا صالحا هذا مهم بعد إيمانك أن تكتسب خليلا صالحا ويكون لك صديق صالح فإنما مثل الخليل كمثل الصديق يعني كمثل النخلة إن قعدت في ظلها أظلتك بأيدي فائدة وإن احتطبت من حطبها نفعك أشان يعني تأخذ من خشبها وإيه ويعني تشعل النار وإن أكلت من ثمرها وجدته طيبا تستفيد من ثمر ومن البلح فإذن كله يعني منافع وهذا هو الخليل الصالح وقيل لقاء الصديقي الوفي روح الحياة يعني ترد فيك الروح عندما تقابل الصديق الصالح وفراقه سموا الممات كالموت وقيل الصديق الصدوق ثاني النفس وثالث العينين يعني لك نفس واحدة نفسك الثانية هي الصديق الصدوق وكذلك لك عينين العين الثالثة هي صديقك أيضا هذا من كتاب جواهر الأدب من خزائن العرب من كلام عربيا ميز الإجابة الصحيحة مرادف خلته يعني هي خلة أو خلة بالفتحة أو بالضم طبعا جمعها أي خلال خلته يعني صفاته وأخلاكه وخصاله وإيضا قد تأتي من معانيها قد تأتي في سيق آخر بمعنى الحاجة والفقر بمعنى الحاجة والفقر يعني مثلا يقول إذا جاءت الخلة ذهبت الخلة يعني إذا جاء الفقر فهي هنا في هذا السيق مثلا بمعنى الفقر ذهبت الخلة بمعنى المحبة إيما قد تأتي بمعنى الصفات والأخلاق قد تأتي بمعنى المحبة قد تأتي بمعنى الفقر كل هذه من معانيها ولكن طبعا للسياق فهنا معناها إذا جاء الفقر يعني ذهبت المحق علاقة قوله فتصلح أخلاق المرء بمصاحبة أهل الصلاح طبعا هي توضيح لأنه قال قبلها إن المصاحبة تأثيرا في اكتساب الأخلاق كيف ذلك؟ فحبي وضحها كيف أن هي تصلح بمصاحبة أهل الصلاح وتفسد بمصاحبة أهل الفساد فهو توضيح لهذه الجملة السابقة استنتج سمة من سمات الكاتب الأسلوبية في الفكرتين الثالثة والرابعة طبعا أنه أكثر من المحسنات البديعية كالازدواج مثلا يعني كما يقول هنا مثلا الحاجة إلى الأخ المعين كالحاجة إلى الماء المعين ازدواج تقطيعها تقطيع يعني موسيقى متوازن الصديق الصدوق كالشقيق الشفوق وهكذا لقاء الخليل شفاء الغليل فهذا نسميه ازدواج المغزى والهدف من قول الرسول صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله على دين صاحبه وعلى أخلاقه فلينظر أحدكم من يخالل هذا فيه دعوة إلى حسن اختيار الصديق لأن المرء على دين خليله لأثره الخطير على صديقه يؤثر على دينه وعلى أخلاقه وهكذا الفكرة الرئيسة للفكرة الرابعة طبعا تتكلم عن صفات الصديق الصالح كما تحدثت لخص مضمون الموضوع السابق في ملازير عن خمسة أسطر طبعا التلخيص أن تحزف الأشياء التي يمكن أن يعني يستغنى عنها وتركز على الأساسيات فقط وتحزف أيضا الأشياء يعني اللي بينها تراضف الأشياء اللي هي الجمل اللي هي بنفس المعنى وهكذا بعد ذلك النموذج الرابع إن صديقك هو كفاية حاجتك هو حقلك حقلك الذي تزرعه بالمحبة الأرض يعني تزرعها بالمحبة وتحصده بالشكر وهو مائدتك وموقدك المائدة مائدة طعام يعني وموقدك إلى النار لأنك تأتي إليه جائعا وتسعى وراءه مستدفئا فإذا أوضح لك صديق فكره فلا تخشى أن تصرح بما في فكرك من النفي أو أن تحتفظ بما في ذهنك من الإيجاب يعني تصرح من النفي لهذا الفكر أو تحتفظ بما في ذهنك من الإيجاب والرد على هذا الكلام لأن الجبل يبدو للمتسلق المتسلق له بيظهر له أكثر وضوحا وكبرا من السهل البعيد السهل طبعا اللي هي الأرض المنبسطة يعني عكس الجبل بخلاف الجبل الأرض المنبسطة اللي هي مستقيمة السطح غير الجبل اللي هو المرتفع طبعا سهل جمعها سهول فالجبل يبدو أكثر طبعا وضوحا من السهل اللي هو المستوي وإذا صمت صديقك ولم يتكلم فلا ينقطع قلبك عن الإصغاء إلى صوت قلبه يعني لو ما تكلمش لابد أنك أنت تفهمه وتفهم إيه اللي في قلبه وفي نفسه من غير ما يتكلم لأن الصداقة لا تحتاج إلى الألفاظ والعبارات في إنماء جميع الأفكار والرغبات والتمنيات التي يشترك الأصدقاء بفرح عظيم في قطف ثمارها اليانعات طبعا التمنيات والليانعات في ناء سجع أنا أعيز أقول لك مش لازم أنه هو يتكلم معك ويصرح لا لازم تفهمه بدون إيه بدون كلام بدون ما يتكلم وإن فرقت صديقك فلا تحزن على فراقه لأن ما تتعشقه فيه أكثر من كل شيء سواه وربما يكون في حين غيابه أوضح في عيني محبتك منه في حين حضوره يعني ممكن يكون في غيابه أفضل من حضوره ولا يكن لكم في الصداقة من غاية ومن هدف ترجونها غير أن تزيدوا في عمق نفوسكم تعمقوا العمق النفسي هذا هو الهدف من الصداقة لأن المحبة لا رجاء لها ولا هدف لها سوى كشفي الغطاء عن أسرارها ليست محبة محبة التي لا هدف لها سوى كشف الغطاء عن أسرارها فقط ليست محبة بل هي شبكة تلقى في بحر الحياة ولا تمسك إلا غير النافع يعني ما بتطلعش إلا الأشياء النافعة فقط بحنا نركز يعني على الأشياء النافعة في الأصدقاء فقط يعني والوصول إلى العمق النفسي مضاد كلمة طبعا الشكر لأن الشكر طبعا فيه اعتراف بالجميل وفيه إقرار بإذن العكس يدل على الجحود أو النقران المقصود بكلمة ينقطع معناها يسكن ويقول فلا ينقطع قلبك عن الإصغاء إلى صوت قلبي لا يسكن قلبك عن الإصغاء لا يسكن يعني لا ينقطع ما علاقة قوله فلا تخشى فلا تخشى أن تصرح بما فيه فكرك من النفي طبعا هي نتيجة للشرط لأنه قال قبلها إذا إذا أدت شرط طبعا هي غير جزمة المهم بعدها فعل شرط وبعد ذلك جواب الشرط فإذا أوضح هذا فعل الشرط فإذا أوضح لك صديقك فكره أيها النتيجة فلا تخشى إبهذا هو جواب الشرط وهو نتيجة لمقابلة الجملة التي تتفق مع المعنى الذي قصده جبران فيما بين القوسين في الفكرة طبعا هو الحب المادي وأنه لا طائل منه ولا فائدة منه هو يقول المحبة التي لا رجاء لها سوى كشف الغطاء عن أسرارها هو يقول قبلها عمق النفوس هذا هو الهدف عمق النفوس بشيء معنوي إنما الشيء المحبة المادية ليست محبة لا فائدة منها إبه هو يريد المحبة المعنوية اللي فيها عمق النفوس وليست المحبة المادية الظاهرة فقط المقصود بهي في الفكرة الأخيرة طبعا يقصد المحبة التي تكشف الغطاء عن أسرارها هو يقول بل هي شبكة إذن يقصد هذه المحبة التي تكشف الغطاء عن أسرارها الغاية أو الهدف من الصداقة من وجهة نظر الكاتب طبعا هي زيادة العمق النفسي العنواء الأنسب للمقال طبعا هو حقوق الصداقة لأنه تكلم عن أشياء يعني تجب على الصديق لصديقه النموذج الخامس منذ زمن ونحن نحفظ أطفالنا نصوصا من القرآن الكريم والسنة النبوية وأشعار العربي وأمثالهم وحكمهم وخطبهم ومقاماتهم وغيرها من قصص الملغاء كل هذا نحفظه للأطفال كان هذا يحدث قديما بكثرة حفظناهم حفظناهم إياها حفظناهم هذه الأشياء مضبوطة ضبطا سليما مضبوطة بالشك يعني النصب والجر والجزم وهكذا دون لحن يعني دون خطأ مع الحرص على أن يفهموا ما يحفظون أو يسمعون بنحفظهم وأيضا بنحاول أنه نفهمهم وأنه هم بيحفظوه بس الحفظ أنه هم يسمعوا الكلمة وهي مضبوطة ضبطا صحيحا مما اضطرهم للتعبير عن أنفسهم بفصاحة الأطفال دون لما حفظوا هذه الأشياء وهي مضبوطة ضبط سليم فلما ييجي يعبر الطفل عن نفسه يعبر أيضا بتعبير وهو مضبوط ضبط صحيح بفصاحة يبه هو يخرج مما يتعلمه أو مما حفظه إذن يعني بناء على ما سبق يبه هو يستدل على كلامه هذا دليل لا تتكلم معهم أبدا إلا بفصيحة سليمة يبه هو بدأ بالدليل الأول مباشرة حتى عندما يقول رأيه يكون عليه إيه دليل إذن لا تتكلم معهم لا تتكلم مع أطفالك إلا بفصيحة سليمة لغة سليمة خيالية من الأخطاء لا لحن فيها كلنا اللحن هو الخطأ ولا تعلمهم شيئا من القواعد القواعد النحوية من فعل وفاعل ومفعول وغيرها ولا ترهقهم بهذا أبدا لا تعلمهم أي شيء من هذه الأشياء متى يتعلم القواعد إلى أن يبلغوا مرحلة متقدمة في المدارس لما يكبر لما يكبر شوية ويبلغ الصفوف العليا وأرجحوا أن تكون المرحلة الثانوية يعني ما يتعلموش القواعد إلا في المرحلة الثانوية ابدأ معهم بقواعد النحو والإملاء طبعا ده فعل أمر وهنا الألف ألف إيه وصل ولا يستقطع لو طبعا مضارع يقول أبدأ على همزة ده الفرق بين الأمر والإيه والمضارع عيب ابدأ معهم بقواعد النحو لما تيجي تبدأ معهم بالقواعد بقى ويوصلوا لمرحلة دية تعلمهم النحو والإملاء ثم الإعراب عندها سيجدون دراسة القواعد أيسرة وأسهل عندها دية يعني يقصد بعد لما يتعلموا الإيه لما يتعلموا الأول الأشياء اللي هي الفصيحة السليمة تتكلم معهم بالفصحة بعد ذلك يدرسون القواعد إيه بالترتيب ده في هذه اللحظة سيجدون دراسة القواعد لما يجي يدرسوها بعد أن تكلموا وحفظوا هذه النصوص اللي هي بمضبوطة بعد ذلك سيجدون دراسة القواعد أيسر وأسهل لماذا؟ ذلك لأنهم أيضا تعليل ذلك لأنك منحتهم السليقة أولا يعني أن أنت كلمتهم بطبيعة وعلى الطبيعة والفطرة والسجية يعني فهم يرفعون الفاعلة وينصبون المفعولة ويجرون المضافة وغير ذلك يفعلون كل ذلك دون أن يعرفوا هذه المصطلحات يعني تلاقيه أنه رفع الفاعل تلقائي بدون ما يفكر هو دفاعل ولا مفعول ولا بدون أصلا ما يتعلم الأسماء هذه الأشياء ليه إزاي؟ لأنه هو تكلم بالإيه بالسليقة عبر عن نفسه بفصاحة وطبيعته على أساس اللي هو الأشياء اللي هو كان بيسمحها باللغة الصحيحة مثل العرب قديما لماذا العرب والأطفال حتى هم صغر كانوا بتكلموا باللغة الفصيحة قديما أيام العرب ليه لأنهم لما تولدوا سمعوا من آباؤهم ومن أجدادهم وهكذا وكل البيئة كلها بتتكلم باللغة الفصحة فجذلك تكلموا أيضا باللغة الفصحة يبا هذا يسمى الصليقة دون أن يعرفوا هذه المصطلحات وأحكامها هكذا تكون اللغة اللي هو أن يتعلموها باللغة بالصليقة وبطبيعتهم أولا ثم القواعد تأتي ثانيا درأي من الكاتب وهذا يحتاج إلى دعامتين الدعامة الأولى أو الأساسة الأول منهج أي مقرر هنا بيوضح منهج يعني مقرر موضوع أو مصوغ بعناية شديدة جدا ثانيا معلم حاذق فذ ذي صليقة طيبة معلم شاطر ويعني مشتهد خلاص يكون يعني لديه الصليقة الطيبة يقدر أنه يتحدث بلغة فصيحة وسليمة يبا إذن لازم يحكتندون واللاحظ العلاقة هنا هي بتفصيل تفصيل بعد إجمال طبعا الإجمال في كلمة لإدو عمتين لأن حكتين إيه هما الحكتين أدي واحد وإدتني إبا العلاقة هنا تفصيل بعد إيه بعد إجمال أو لو سألك على دعمتين إبا إجمال بعده تفصيل ولا مخرج من أزمتنا مع النحو وقواعده أزمة النحو وصعوبته إلا بهذه الطريقة أنه هو اللغة أولا والسليقة أولا ثم القواعد تأتي ثانيا وإلا فما فائدة أن يعرف طالب الصف الخامس أن يعرف أحكام المفعول به والفاعل وهو لا يجيد كراءة ولا يحفظ نصا يعرف حفظ أي نص ولا يستطيع أن ينضبط صوتي برفع ونصب وجر ما يعرفش أنه يشكل ولا يعني يشكل هذه الأشياء ويقرأها كراءة سليمة فنحن اليوم في تدريس لغتنا كمن يضع العربة أمام الحصان إحنا بنعلمهم القواعد الأول وبعدك أعيزهم يتكلموا بالفصحة بهذا نضع العربة أمام الحصان نضع العربة أمام الحصان المفروض طبعا الحصان وبعدين هو وراه العربة عشان الحصان ليجر هذه العربة لا إحنا نضع العربة أمام الحصان فيبقى يراوح مكانه وقد يدفعها بصدره أي مشيها إزاي المفروض يجرها بصدره قليلا ولكن لا يمكن أن يجرها كذلك عندما نعلمه القواعد أولا فبالتالي لن يستطيع أن يتكلم الفصحة وإن تكلم فهي قليل فقط معنى كلمة الصليقة الصليقة يعني الطبيعة والفطرة والسجية الطريقة التي عرض بها الكاتب فكرته طبعا هو الرأي والدليل الرأي بيجيب الرأي والدليل عليه علاقة قوله منهج أي مقرر موضوع كلنا أن هذا تفصيل بعد إيه تفصيل بعد إجمال وطبعا لما هو المنهج أي مقرر يبقى هنا معنى كلمة مقرر أي أصودي بالمنهج اللي هو المقرر بالعلاقة لو سألك عن المقرر تبقى أي توضيح لأنه بيوضح أو يفسر أي المنهج بعد ذلك الاتجاه الفكري طبعا الذي تبناه الكاتب هو اتجاه واضح أنه تربوي خاص بالتربية وتربية أولاد وتعليمهم كلمة لحن طبعا معناها لإيه الخطأ اللحن كما كنا لإيه الخطأ الخطأ في الكراءة هو مخالفة قواعد الإعراب ليس الخطأ في ترتيب وضع الكلمات هو لتكلم على ذلك بعد ذلك قول الكاتب هذه الطريقة في الفكرة الأخيرة يشير بها إلى ماذا إلى أن السليقة أولا ثم القواعد تأتي ثانيا بهذه اسم إشارة يعود لكلامه السابق السليقة أولا ثم القواعد تأتي ثانيا في قوله هذا اللي هي إلا بهذه الطريقة بعد ذلك يقول الرسالة التي أراد الكاتب إيصالها في هذا المقال طبعا هي منح الطلاب فرصة فرصة التعامل مع اللغة على سليقتهم أولا نحن نكلمهم بلغة فصيحة ولغة سليمة أولا ثم بعد ذلك نعلمهم القواعد بهذا نصل إلى ختام حل هذه النماذج والتدريبات الدرس القادم هو درس القراءة الثالث العلم والتقنية طبعا نلتقي مع شرح هذا درس ومحل النماذج والتدريبات عليه وفي الختام لكم جميعا خالص الشكر على حسن الاستماع والمتابعة ولا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وكذلك مشاركة هذا الفيديو مع أصدقائك شارك هذا الفيديو أمنشير على مواقع التواصل المختلفة انسخ الرابط حتى نساعد على نشر المحتوى الهدف على الإنترنت وأيضا أخبرنا برأيك فيما نقدمه أخبرنا بذلك في التعليقات أسفل الفيديو شكرا لكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته